ذكره له ابن عدي من الأحاديث الغرائب عشرة ليس منها هذا الحديث والغريب قد يكون من أجسام الصحيح فيتلك على حديث الأحاد وإنما ثقل على ابن رجب والذهب معناه وما ذهبهما في الصفات ومقامات أهل التصوف ومنا زلاتهم معروف فتواهما على أن الحافظ السيوتي نقل في فتاوه أن موقظه للذهب قوله من أخرج له شيخان أو أحدهما على كسمين أحدهما ما احتج به في الأصول وثانهما ما خرج له متابعة وشهادة واعتبارا فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق به ولا غمر غمز فيه فهو ثقة حديثه قوية ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن الذي قد نسميها من أدنى درجة الصحيح فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة والحسنة أو صحيحة ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في هفظه شيء وفي توثيقه تردد فكل من خرج له في صحيح فقد قفز القنطرة فلا معدل له إلا ببرهان بي نعم الصحيح مراتب والثقات تبقات انتهى كلام الذهبي ولأنه يشير بآخر كلامه إلى مراتب الصحيح العشر التي ذكرها الحاكم في المدخل قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي حديث هذيفة من الزيادة ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جار من النبيين وصدقين وشهدائي في الجنة وأخرج الحاكم في المصدرق بسنده إلى زيد بن أسلام أن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد معد بن جبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي فقال ما يبكيك يا معد قال يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اليسير من الرياء شرك ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمهاربة فقد بارز الله بالمهاربة إن الله يهب الأبرار الأدقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم صابح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة هذا حديث صحيح ولم يخرج في صحيحين وقد احتج جميعا بزيد بن أسلام النبيه عن الصحابة واتفق جميعا أن الألال احتجاجي بحديث الليث بن سعيد أنعياش بن عباس بحديث الليث بن سعيد أنعياش بن عباس الفتباء الكتباني وهذا إسناد صحيح ولا يحفظ له إلا قلت وافقه الحافظ الذهبي في التلخيص المستدرك فقال صحيح ولا إلا تله وأخرج الحاكم في المستدرك أن ابن عمار رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله إبادا ليس بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الشهداء والنبيون يوم الكيامة لقربهم من الله ومجلسهم منه فجأة عربي على ركبته فقال يا رسول الله صفهم لنا وحلهم لنا قال هم قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا فيه يرضى الله عز وجل لهم يوم الكيامة يوم الكيامة منابر من نور يخاف الناس ولا يخافون هم أولياء الله عز وجل الذين لا خافوا عليهم ولا هم يهزنون هذا هديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت قال الحافظ ذهبي في تلخيصه صحيح وعلم أن هذا الهديث جليل صحيح روية عن جماعة من الصحابة ولهم شواهد صحيحة في حديث المتحابين في الله بل هما حديث واحد اختصره بعض رواته فقد روية من حديث أبي مالك العشعري أنه جمع قومه قلت فذكر الحديث إلى أن قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا وعلموا أن الله عز وجل أن لله عز وجل إبادا ليس بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون وشهداء على منازلهم وقربهم من الله فجثا رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوا بيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ناس من المؤمنين ليس بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء وشهداء على مجالسهم وقربهم إن أنئتهم لنا حلهم لنا يعني صفهم شكلهم لنا فسر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال العرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام منقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل 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 وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خاف عليهم ولا هم يهزنون قال الحافظ الحيثم رواه كله أحمد والتبراني بنهوه وزاد على منابر من لؤلؤ قدام الرحمن ورجاله وثقوا ثم رواه أن أبي مالك أيضا أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال صحيح غير شهر غير شهر ابني حوشب وقد وثقه غير واحد قلت ترجمه في القول الفصل بما يزيل كل شبحة في ثقته وقد أخرج هذا الحديث أبو داود وهناد 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 وابن جرير وابن أبي حاتب وابن مردويه وابن نعيم وابو نعيم في الحلية والبيحقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب فذكره بنهو ما تقدم وقال فيه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأخرجه ابن عبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه والبيحقي عن أبي هريرة بمثله وأما روايته باختصار معنى باختصار معنى الآية فقد أخرجه ابن عبي شيبة وعبد الله بن أحمد في الزوائد المسند أن أبي مسلم قال لقيت معاذا فذكر الحديث وأخرجه ابن عبي شيبة عن العلا بن زياد رضي الله عنه وأخرجه الحاكم في مستدركه أن أبي إدريس الخولاني أن معاذ وعباد بن صامد رضي الله عنه وقال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الحافظ الذهبي على ذلك وذكره بإسناد صحيح بإسناد صحيح من طريقين آخرين وذكر له شاهدان والآية في محبة العبد لله ومحبة الله للأبد ولبعض العاملين من عبيده ببعض الأعمال أصالها كالمتقين والتوابين والمتطهرين والمهسنين والمقصدين كثيرة وعدم محبته للعاملين بالأعمال السيئة فقوله تعالى والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسقين كثيرة أيضا وكذلك وارد في ذلك حديث كثيرة كثيرة صحاة وحسان فيتلبها من أرادها والله ولي التوفيق بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم رضي الله عنكم السبب في ذكر هذه الروايات وإنما أطلنا بذكر الروايات وتصحيه الأساند لدهوري أناس في هذا الزمان يتعنون يتعنون في الأحادث الصحيحة جراءة منهم واكهة وعجهة لظاهر ودعوة عريضة لمرض في قلوبهم وبدأ اعتقادية طرأت عليهم والإنجاد بالله وقد رأينا بعض من تصدى لتفسير القرآن في أصرنا يحاول كسر معنى الآية على العموم ونافى الخصوص فأعتلنا فيما ذكرناه لنبيين لنبين لنبين أن الآية وإن صح حملها على حملها على أموم المؤمنين المتقين فإن فيها تحصيصا لأهل الخصوص فإن الإيمان درجات ينتهي إلى اليكين الذي لو كشف الغطاء ما ازداد كما روى عن أمير المؤمنين علي قرم الله وجهه إنه قال لو كشف الغطاء ما ازددت يكينا وكذلك التقوى ولا شك أن التأخي والتحاب في الله بين أولياء الله وأهل الحق من الصوفية أظهر منه في غيرهم وهم الذين تجدون في علومهم أعداب الصحبة والإخوة وما يعتمدونه من المحبة فيما بينهم وفيما بين المريدين وأشياخهم وقد روى في تفسير إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولهم يحزنون أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله رواية عزيلة مرفوعة وموقوفة عن ابن عباس وصعيد بن جبير وسعيد وأسمى بنت زيد لا نطيل بها وأخرج مسلم في صحيح عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أهوة أولياء رجل مؤمن خفيف الحظ ذو حظ من صلاة أحسن إبادة إبادة ربه وأطاء في السر وكان ظام غامصا في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم صبر على ذلك قال ثم نقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فقال عجلت منيته عجلت منيته وقل وقل ثراؤه وقل بواكيه عجلت منيته قل تراثه قل بواكيه عجلت منيته وقل تراثه وقل بواكيه وأما حديث ربعشة أكبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله إلا أبره فهو حديث مشهور أخرجه مسلم عن أبي هريرة والحاكم وترمذي وأخرجه أنس الترمذي والحاكم أبو نعيم وأخرجه عن ابن مسعود ابن أبي الدنيا والبزار والديلمي وقوله لو أقسم على الله لأبره رواه في حديث عند شيخان عن حارثة ابن وهب وعند أحمد وترمذي والنساء وابن ماجا وابن حبان والتبراني عن حارثة والمستور 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 رد بن شداد ورواه بالتبراني والضياء في المختارة عن زيد بن ثابت ورواه بالتبراني من حديث معاذ وآحمد من حديث وذيفة والتبراني من حديث أبي الدرداء ورواه بالتبراني في الأوساط عن ثوبان بسند صحيح ورواه الحارث ابن أبي سامة وابن عباس إن شاء الله نعم هذا الحبيب علي بن ظاهر أطنب في ذكر روايات بanyak منيبوت روايات روايات يوم برقنا أنت انتان حديث فضائل على أولياء والصالحين diantara yang disebutkan oleh beliau حديث yang ada di dalam Soa'id Bukhari وَمُسْلِمْ وَفِيْ غَيْرِهِمَ Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim في المستدرق dan diriwayatkan oleh banyak para ulama والمحدثين كثير يقول هنا سامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أَلْيَسِرُمِنَ رِيَا شِرْك سَدِكِ رِيَا itu adalah شِرِك 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 وَرِيَا ketika dia tidak merasa cukup dengan pandangan Allah sehingga dia ketika beramal ingin amalan yang dia lakukan dilihat oleh makhluk هذا رِيَا رِيَا yang sedikit sedikit daripada sifat رِيَا itu adalah شِرِك kata Rasul صلى الله عليه وسلم وَمَنْ عَدَ أَوْلِيَ 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 أَوْلَا فَقَدْ بَارْزَ اللَّه بِالْمُحَارَبَةِ bareng siapa yang memusuhi wali-walinya Allah berarti dia menantang Allah dengan peperangan ngajakin perang kepada Allah إِنَّ اللَّهِ يُحِبُلْ أَبْرَالَ الْعَدْجِيَ Allah mencintai orang-orang baik yang bertagwa kepada Allah yang menyembunyikan diri mereka gak mau dikenal orang yang kerjaan إِنْ غَبُوا لَمْ يُفْتَغَدُوا kalau mereka tidak hadir di tengah masyarakat orang gak nyariin gak dicari إِنْ حَظَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا kalau hadir gak dikenal gak diketahui kagak menonjol adanya dia atau gak ada hadirnya gak hadir ya seolah-olah bukan hal yang penting إِنْ صَلِحِينَ منَ الْعَوْلِيَ إِنْ غَبُوا لَمْ يُفْتَغَدُوا وَإِنْ حَظَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا kalaupun mereka hadir gak menonjol duduknya di belakang nyempil apa dibilang itu Al-Atraf mana zilul Ashraf pinggiran dan pojokan itu adalah tempatnya orbitnya orang-orang mulia mereka mangkalnya di situ di pinggiran di pojokan tapi bukan ngobrol duduk menyimak لَيْحِبُ الظُّهُرُ سَبَبَ الظُّهُرْ قَسْمُ الظُّهُرْ Allah mencintai hamba-hambanya Al-Abrar Al-Adgya Al-Akhfiya orang-orang yang baik yang bertagwa kepada Allah yang berbakti mengabdi kepada Allah yang menyembunyikan diri mereka yang ketika mereka gak ada ya gak dicari orang gak merasa kehilangan apabila mereka hadir gak dikenal tapi gulubuhumma sabihul hudak hati mereka itu bagaikan lentera cahaya pembawa hidayat terang dipenuhi dengan hidayat nur yakhrujun minkulli ghabra mudhlimah mereka adalah orang-orang yang yang selamat dari segala kegelapan ketika orang bingung gelap gulita gak tahu jalan keluar dia orang sih udah punya penerang sendiri tahu tahu bagaimana bersikap tahu bagaimana berbuat Najib dalam hadith yang lain Inna lilla ibad Allah punya hamba memiliki para hamba mereka bukan nabi-nabi bukan orang yang mati syahid tapi para nabi-nabi dan para syuhada itu mengidam-idamkan kedudukan mereka hari kiamat saking dekatnya mereka kepada Allah dan dicintai oleh Allah maka satu Arabi datang bersimpuh di hadapan Rasulullah s.a.w. dan berkata Ya Rasulullah an'idhum lana syifhum lana sifatkan kepada kami siapa itu orang-orang saya pengen tahu kayak gimana saya pengen kenal maka nabi Muhammad tersenyum tersenyum gembira maknanya orang kalau mau kenal mau tahu sifatnya pada awliya mau ngapain mau mengkafirkan mereka kagak mau mengikuti mereka mau meneladani mereka mau dekat dengan mereka mau cinta kepada mereka ingin menempuh jalan mereka an'idhum lana syifhum lana wa hallihim lana jelaskan sifat mereka kepada kita galhum gaumun min afnan nas min nizza'il gabail taswadagu fillah mereka itu adalah orang-orang dari suku yang berbeda-beda dari suku bangsa yang berbeda-beda gak saling kenal gak saling tahu tetapi walaupun mereka beda beda suku beda latar belakang beda kultur beda bangsa taswadagu fillah yakni taswadagu taswadagu sadiq musadagah mereka saling bersahabat di jalan Allah saling cinta karena Allah besok hari kiamat itu orang yang saling cinta karena Allah ditempatkan tempat di hari kiamat itu mimbar-mimbar terbuat dari cahaya mereka berada di mimbar tersebut orang pada ketakutan mereka gak ketakutan orang pada takut akan teror hari kiamat mereka gak ketakutan oke kita sekarang melihat gambar awliya wa salihin wala kita kenal wala kita pernah duduk sama mereka gak pernah jumpa dengan mereka baik daripada foto-foto yang ada di gambar yang pernah awliya wa salihin bertebaran di rumah-rumah kaum muslimin wala kita tahu gak pernah duduk sama mereka gak pernah dengar suara mereka tapi kita cinta kepada mereka punya kecintaan terhadap orang-orang mulia tersebut kita tahu managibnya mereka walita alik katanya junid tasdik bi'ulumina wilayah suhra kamu percaya dengan ilmunya kita itu adalah kewalian kecil percaya aja itu ada kewalian belum baru percaya doang tasdik bi'ulumina wilayah suhra melihat saya gak ngelihat mereka tapi ngelihat orang yang pernah ngelihat mereka katalik atau gak pernah ngelihat tapi ta'alak bi'ulumina ta'aluk punya hubungan batin selalu berta'aluk bi'ulum kita kita gak tahu al-habib al-ibin tahir kita gak kenal haib Ahmad bin Hassan kita punya hubungan batin kepada beliau kita cinta kepada beliau bentuk ta'aluk kita mengkaji managibnya kita mengkaji ilmunya mereka ta'alak bi'ulum da'im walazam finahum melazimkan halaman mereka halaman mereka itu ilmunya mereka akhlaknya mereka adabnya mereka ibadatnya mereka itu sekali Nabi sholat begitu selesai sholatnya datang menghadap kepada kita duduk menghadapi kita para makmum orang-orang yang pada sholat terus Nabi cerita ya ayuhannas isma'u wa'allamu dengar dan ketahui Allah punya hamba Allah memiliki para hamba mereka bukan Nabi-Nabi bukan para Nabi-Nabi bukan para syuhada tapi para Nabi-Nabi dan para syuhada itu mereka mengidam-idamkan kedudukan mereka cinta kepada mereka mengidam-idamkan pengen menjadi hamba-hamba tersebut dikarenakan mereka punya manazil punya kedudukan yang dekat di sisi Allah Ta'ala satu orang Arabi bersimpuh begitu duduk di atas lututnya bersimpuh di hadapan Rasul apa namanya dia berkata Ya Rasulullah berlutut di hadapan Rasulullah Ya Rasulullah sambil berdiri di atas kedua lututnya jazak Ya Rasulullah dia ulang orang-orang mu'minin mereka bukan Nabi-Nabi bukan syuhada tetapi Nabi-Nabi dan syuhada menginginkan menjadi seperti mereka sifatkan mereka untuk saya sifatkan kepada mereka kepada kami seperti apa sih orang-orang tersebut kita mau tahu kita mau kenal kita mau mencintai mereka mau menjadi seperti mereka manhum maka Nabi tersenyum gembira dengan pertanyaan tersebut tetapi tetapi mereka saling cinta bukan karena cintanya bukan karena ada hubungan persaudaraan atau family enggak mereka saling cinta semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menghubungkan satu-satunya satu-satunya penghubungan antara mereka satu sama lain Allah saling cinta karena Allah tahabu filah mereka saling cinta karena Allah saling mengasihi karena Allah maka besok hari kiamat Allah ta'ala letakkan mimbar-mimbar dari cahaya maka mereka dipersilahkan duduk disitu di atas mimbar dijadikan wajah mereka bagaikan purnama pakaian mereka cahaya orang pada ketakutan mereka enggak ketakutan orang pada khawatir mereka enggak khawatir mereka adalah para awliya Allah allazina la khawfun alaihim walahum yahzanun subhanallah ikhullah imam abdurrahman bin abdillah balfagih wakam khafi finnas min miskini gedim tala min safwat il yagini wahana bainan nas sudu timraini wahua ladil haq azimun alih berapa banyak yang tersembunyi di tengah-tengah manusia orang-orang yang kelihatan miskin susah enggak punya apa-apa enggak digubris enggak ditengok ya kalau ngetok pintu rumah orang enggak dibukain lagi tidur dah lagi sibuk lagi repot akan tetapi walaupun mereka miskin kelihatannya mereka dipenuhi dengan keyaginan hati mereka penuh dengan dengan yagin kelihatan hina di mata manusia kenapa hina dia pakaiannya butut enggak punya duit enggak punya pengikut tapi ladil haq dihadapan Allah azimun ali dihadapan Allah mereka agung dan tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala fa'inna fa'idha fa'idhlihi fin nasi jalla ani tagyidi wal giyasi turuguhu bi'adad ila anfasi wajuduhu jarin bi'kulli hali anugerah Allah ta'ala enggak bisa dibatesin alainna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun kata firman Allah ta'ala nabi ketika menyebutkan hadith itu alainna awliya Allah maka nabi membacakan ayat alainna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun ala hasil disebutkan disini banyak riwayat yang mensahihkan yang membenarkan walah hadith itu saya belum pernah dengar mentang-mentang yang tidak pernah dengar terus hadithnya za'if yang itu belum pernah dengar ya kali kupingnya budak belum pernah dengar kali dia baru baca satu kitab belum pernah dengar kali emang dia tidak ngaji wah hadithnya za'if kalau misalkan ada hadith za'if hadith za'if itu bisa menjadi kuat dengan keberadaan hadith za'if lainnya bisa menjadi hasan lighairih begitu bahkan hadith hasan bisa menjadi hadith sahih lighairih dengan keberadaan hadith lain yang mendukung dengan banyak jumlah riwayat yang meriwayatkan kalau pun kalau pun enggak ini hadith cuma satu doang dalam za'if hadith za'if yang memang betul-betul za'if masih boleh dipakai bukan dibuang di tong sampah hadith za'if dipakai dalam hadith za'if selama za'if bukan karena kebohongan boleh dipakai sampai dibilang diantara para ulama yang lebih mengutamakan hadith za'if daripada pendapat perorangan pendapat individu hadith za'if lebih baik daripada pendapat individu pendapat pribadi daripada omongan manusia kenapa disebutkan riwayat yang berbeda-beda ini sebab kata beliau di zaman sekarang banyak orang-orang yang menikam hadith yang sahih karena enggak cocok dengan pemahaman mereka dia da'ifkan jahil dan kebencian dan kotoran di dalam hati mereka emang dari dasar itu enggak senang dengan ulia wassalihin benci kepada ulia wassalihin sehingga hadith da'if dilemahkan dia enggak percaya hadith sahih dibilang da'if dengan lancangnya jahl dia enggak ngaji dia enggak belajar enggak da'ifkan seenak perutnya kenapa da'if soalnya saya belum saya enggak saya belum pernah nemuk dia enggak ngaji soalnya terus juga padahal mereka orang-orang tersebut diantara mereka yang tasuddali tafsiril quran ngerti quran bisa baca quran bisa bahasa arab bisa baca quran lancang mentafsirkan al-quran seenak perutnya dan dia tafsirkan al-quran semuanya dia sebab al-quran tersebut punya makna umum juga punya makna khusus tidak ada hal yang umum melainkan pasti ada hal yang khusus di dalamnya mereka bilang enggak umum ya umum enggak ada khususnya di dalamnya ada satu orang yang apa namanya enggak percaya dengan ta'wil yang ada di dalam al-quran akhirnya jumpa dengan sayyid muhammad al-maliki kebetulan itu ulama yang katanya ulama itu dia buta bilang kalau emang enggak percaya ta'wil dengan al-quran di dalam al-quran Allah berfirman yang di dunia buta di akhirat juga buta berarti nanti di akhirat juga buta dia diam percaya zahirnya kan makna buta di sini buta hatinya dari hidayat kalau buta mata doang ya kalah itu berarti buta mata di akhirat juga buta di sana sebagai orang yang sial orang buta sial besok di hari kiamat diam enggak bisa nyaut itu di tafsir itu ada banyak riwayat yang menyebutkan ketika berbicara tentang firman Allah ta'ala itu diriwayatkan di antara jumlah hadith orang-orang yang ketika dilihat mengingatkan engkau kepada Allah subhanahu ta'ala terus Rasul sallallahu alaihi alaihi sallam bilang itu para wali-walinya Allah yang paling dicintai oleh Allah ta'ala seseorang mu'min orang mu'min ringkas enggak banyak nuntut enggak banyak ngeberatin artinya sederhana buat hidup itu enggak harus punya ini harus punya itu enggak enggak sederhana enggak ngebebanin orang hidupnya dia punya solat dia solat solatnya bagus bukan banyak lah zuhah minas solat dia punya solat punya beragam ibadat seperti solat dan pengabdian pengabdian lain kepada Allah ta'at kepada Allah itu terutama fisir enggak ada orang yang melihat dia dia sembunyikan ketaatan di tengah-tengah manusia orang itu enggak menuju wali orang hebat enggak 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 dikenal atau dia lewat orang enggak ada yang tahu enggak digubris dan dia bersabar atas hal yang demikian itu sampai wafat dalam demikian terus Nabi mengisyaratkan negara Rasulullah biad meninggal umurnya pendek agak lama meninggal meninggal ini cepat saat dia meninggal dunia matinya begitu saja mendadak enggak ketahuan tau-tau meninggal enggak ketahuan orang enggak banyak orang tahu saat dia meninggal dan saat dia meninggal enggak punya warisan warisannya dikit yang mengisin juga dikit enggak ada orang yang merasa kehilangan yang hadir jenazahnya juga dikit اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما عن هذا اشتركوا في القناة صح بينواف فانتتها في السمور فانت مدفرق فانت مدفرق وأنه يدفرق وأنه يدفرقاً كيف يدفرقاً وأنه يدفع لغاية وأنه يدفع فانتتها هادسيال أشغالهماً الغيبه فانترين مدفعوا مدفعوا إذا أ Chroncle قد يغطب فنعات لا أدرة للطوار أمام ليس José الأوسlin سندã كان هناك بعض الانجر س�든 من getan حيوف صلع للطوار لدى مصير اللغة контрال جствل يقنع على فنعات خطب أنار غطب على استخبار إن أحران لا يắtدي Mereka sibuk gara-gara musibah Sampai gak sempat bikin maksiat Ajib La ilaha illallah Muhammedun razzulullah La ilaha illallah Muhammedun razzulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah الله 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 رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وإلى حضرت النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بارك اللهم الفاتحة